مرحبا أعزائي في الدرس السابع والعشرين من الوحدة السادسة بعنوان القسمة على عدد من رقم واحد الهدف من هذا الدرس هو أحسب خارج عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد إذن أول شيء نبدأ به وهو تذكير إذن تابعوني في هذه الوضعية خصص علي عشرون درهما لتوزيعها بالتساوي على أربعة أشخاص كم سيحصل كل منهم إذن لدينا عشرون درهم ونود توزيعها على أربعة أشخاص بالتساوي سابقا لحل هذه المسألة تطرقنا إلى طريقتين سهلتين الآن سنرى الطريقة الأولى وهي الطرح المتكرر ماذا نعني بالطرح المتكرر؟ إذن هنا كم لدينا عشرون درهم نعم سنكتب هنا عشرون ونود توزيعها على كم من شخص على أربعة أشخاص إذن عشرون أطرح منها أربعة يساوي كم؟ ستة عشر هنا الباقي ستة عشر أخذه هو الآخر وأطرح منه أربعة نعم تساوي كم؟ تساوي إثنى عشر ثم أخذوا إثنى عشر وأنقصوا منها أربعة تساوي كم؟ نعم تساوي تمانية ثم أخذوا تمانية وأنقصوا منها أربعة تساوي كم؟ تساوي أربعة ثم أخذوا أربعة وأنقصوا منها كم؟ أربعة والباقي سيعطينا سفر إذن هنا الباقي سفر إذن أنهيت عملية الطرح إذن كم كررت عملية الطرح من مرة؟ سنحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمس مرات جيد الآن سنمر إلى الطريقة الثانية وهي الجمع المتكرر إذن هنا بدأت بالعدد عشرون وطرحت منه أربعة لكن هنا سأخذ سفر أبدأ من الباقي وأضيف له أربعة يساوي كم؟ يساوي أربعة ثم أخذوا المجموع هنا أربعة أضيف له أيضا أربعة تساوي تمانية مفهوم إذن أخذوا أيضا المجموع أضيف له أربعة تساوي إثنى عشر ثم أخذوا إثنى عشر أضيف لها أربعة وتساوي كم؟ جيد تساوي ستة عشر ثم أخذوا ستة عشر أضيف لها أربعة يساوي عشرون إذن هنا وصلت إلى العدد الذي كان عندي في البداية وهو عشرون كم تكررت عملية الجمع من مرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن هذه العملية أيضا تكررت خمس مرات إذن ماذا سنكتب؟ سنكتب عشرون قسمة أربعة يساوي خمسة إذن كم حصل كل واحد منهم؟ إذن سيحصل كل واحد منهم على خمس تراهي مفهوم؟ جيد الآن نمر إلى وضعية الانطلاق إذن نقرأ الوضعية وزع مدير مدرسة أربعة وستون حكاية على أربعة أقسام بالتساوي أحسب عدد الحكايات التي توصل بها كل قسم عندما أقول هنا وزع يعني قسم إذن بكل بساطة العملية التي سنقوم بها لحل هذه المسألة هي عملية نعم جيد عملية القسمة أربعة وستون قسمة أربعة إذن أول شيء أقسم أربعة وستون على أربعة وسأمثل أربعة وستون بالأعمدة والمربعة إذن أربعة وستون العشرات لدينا كم من عشر ستة ولدينا أربعة وحدات إذن العشرات هم الأعمدة والوحدات هم المربعة إذن كم أقسم أربعة وستون على كم من قسم نعم على أربعة أقسام هذا هو التمثيل الذي وضعته لكم هنا أربعة أقسام إذن كيف سنمثل عملية القسمة أو كيف سأضع عملية القسمة عموديا كعملية الضرب وعملية الضرح وعملية الجمع إذن لكي نضع عملية القسمة عموديا هكذا نضعها أول شيء نرسم خط عمودي هكذا ثم نرسم خط أفوق هكذا إذن على اليسار نكتب ماذا؟ نكتب أربعة وستون وعلى اليمين في هذا المكان نكتب أربعة مفهوم؟ ثم في أسفل هنا نكتب الخارج يعني خارج هذه العملية إذن أعزائي أربعة وستون يسمى ماذا؟ جيد يسمى المقسوم ثم أربعة يسمى ماذا؟ نعم يسمى المقسوم عليه ثم هذا هنا نكتب ماذا؟ نعم نكتب الخارج كما قلت لكم سابقا جيد الآن سأقسم العشرة إذن لدي كم من قسم أربعة؟ إذن كم سيكون كم ستكون من عشرة في كل قسم؟ جيد ستكون عشرة واحدة في كل قسم وكم سيبقى لي؟ نعم سيبقى لي عشرتين وأربع وحدات مفهوم؟ إذن الآن سأجري العملية القسمة عموديا عملية القسمة عموديا إذن قلنا سابقا بأني أرسم خط عمودي وأرسم خط أفقي على اليسار أكتب المقسوم وعلى اليمين أكتب المقسوم عليه قلنا كم لدينا من عشرة في كل قسم؟ نعم لدينا عشرة واحدة في كل قسم إذن أكتب في الخارج واحد ثم أضرب واحد أضربه في أربعة واحد في أربعة كم يساوي أربعة؟ ثم أكتب هنا أربعة ثم أنقص ستة من أربعة إذن ستة ناقص أربعة يساوي كم؟ جيد يساوي إثنان وهو الباقي الذي بقي لي هنا يعني عشرتين يعني إثنان من العشرة ثم ماذا سأفعل؟ هنا الوحدات ثم سأنزل هنا الوحدات وسيبقى لي أربعة وعشرون الآن ماذا سأفعل؟ سأجمع وأبادل الوحدات كم لدي؟ لدي أربعة وعشرون أربعة وعشرون أيضا سأوزعها على أربعة أقسام إذن كم سيكون في كل قسم؟ جيد إذن في كل قسم سيكون ستة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نفهم؟ يعني في كل قسم أصبحت عشرة واحدة وستة واحدات إذن نكتب العملية هنا قلنا كم أصبح في كل قسم؟ ستة إذن أكتب ستة في الخارج وستة أضربها في أربعة جيد ستة في أربعة يساوي أربعة وعشرون إذن أكتب هنا أربعة وعشرون وأنقصها إذن أربعة ناقص أربعة يساوي سفر اثنان ناقص اثنان يساوي سفر إذن هنا الباقي هو سفر إذن كم سيكون في كل قسم من حكاية؟ نعم سيكون في كل قسم ستة عشر حكاية هنا الخارج هو الذي سيكون في كل قسم مفهوم؟ وسنكتب كالتالي إذن نكتب أربعة وستون الذي هو المقصوم يساوي ماذا؟ يساوي أربعة أربعة هي ماذا؟ هي المقصوم عليه في ستة عشر ستة عشر هي ماذا؟ هي الخارج زائد هنا الباقي الباقي هنا كم؟ سفر يجب عليكم التعود على كتابة هاته المتساوية يعني أربعة وستون قسمة أربعة أعطتني كم؟ أعطتني ستة عشر ونكتب المتساوية كالتالي 64 يعني المقسوم يساوي المقسوم عليه في الخارج زائر الباقي مفهوم الآن نمر إلى وضعية انطلاق ثانية انتبهوا معي جيدا اشترت عائشة ثلاث شجيرات لها الثمن نفسه ما هو ثمن الشجير الواحدة إذا أدت 45 درهما ثمنا للشجيرات الثلاث اعيد اشترت عائشة ثلاث شجيرات لها الثمن نفسه ما هو ثمن الشجيرة الواحدة إذا أدت 45 درهما ثمنا للشجيرات الثلاث إذن أول شيء أين هو المقسوم؟ نعم أول شيء أول شيء نستعمل ماذا؟ نستعمل عملية القسمة نعم لحل هذه المسألة إذن أين هو المقسوم؟ المقسوم هو 45 والمقسوم عليه هو 3 إذن نستعمل عملية القسمة هكذا 45 قسمة 3 إذن سندعو العملية عموديا كما وضعناها سابقا قلنا أول شيء نرسومه خط عمودي ثم خط أفقي نكتب على اليسار المقسوم ثم على اليمين المقسوم عليه ونبدأ بحل العملية إذن لدينا هنا رقم واحد في المقسوم عليه إذن سأخذ هنا رقم واحد وهو أربعة إذن أخذ أربعة أربعة كم فيها من ثلاثة؟ أو عدد أضربه في ثلاثة يعطيني أربعة أو أقل من أربعة؟ إذن نفكر قليلا جيد هو ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة وثلاثة أصغر من أربعة إذن في الخارج أكتب ماذا؟ أكتب ماذا هنا؟ أكتب واحد إذن واحد ضرب ثلاثة يساوي كم؟ يساوي ثلاثة إذن آتي في عملية هنا وأكتب ثلاثة وأنقص منها وأنقص أربعة من ثلاثة أربعة ناقص ثلاثة يساوي كم؟ يساوي واحد ثم بعد ذلك ننزل الخمسة إذن ننزل الخمسة هنا مفهوم تصبح خمسة عشر قسمة ثلاثة الآن لدي خمسة عشر قسمة ثلاثة إذن كم تعطيني؟ نفكر في العدد الذي أضربه في ثلاثة يعطيني خمسة عشر أو أقل من خمسة عشر نعم جيد هو خمسة إذن ثلاثة ضرب خمسة يساوي خمسة عشر إذن في الخارج أكتب خمسة جيد إذن خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسة عشر ثم أنقص خمسة عشر من خمسة عشر خمسة ناقص خمسة صفر واحد ناقص واحد صفر إذن هنا الخارج مضبوط سنرى هذا في السنوات المقبلة إن شاء الله إذن هنا الباقي كم؟ الباقي هو صفر والخارج هو خمسة عشر ونكتب المتساوية التالية خمسة وأربعون الذي هو المقصوم يساوي ثلاثة يعني المقصوم عليه في خمسة عشر في الخارج زائد صفر يعني خمسة وأربعون تساوي ثلاثة في خمسة عشر زائد صفر إذن ثمن الشجيرة الواحدة هو كم؟ هو خمسة عشر درهما جيد الآن نمر إلى التطبيق وستنجزون التمارين التطبيقية على الصفحة 104 و 105 وبهذا أكون قد أنهيت درسنا لهذا اليوم شكرا على انتباهكم وأراكم في درس جديد وفيديو جديد